أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف في جسد الشراكة مع أفريقيا والهجرة والصحة أن المملكة رحبت بالعمل الذي تم إنجازه خلال الرئاسة الألمانية لقمة قادة مجموعة العشرين في إطار جدوى الأعمال التنمية المستدامة عشرين ثلاثين داعي الدول إلى الاطلاع بمسؤوليتها لضمان التنفيذ الفاعل ومساعدة الدول النامية والأقل نموا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المتعددة التي تعتريها كما رحبت المملكة بإطلاق مبادرة ميثاق مجموعة العشرين مع أفريقيا وأكدت على الدور الفاعل للدول الأفريقية والمنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية في التنفيذ مبينة أن انتزام دول المجموعة بالشراكة مع أفريقيا يعد دعما أساسيا ومحوريا للتنمية المستدامة وقال إن المملكة لديها علاقة قوية وقديمة مع أفريقيا في مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية وقبل أيام أعلن عن استضافتها لقمة سعودية أفريقية في الرياض خلال الأشهر المقبلة وعن القضايا الصحية أشار العساف إلى الدعم الذي قدمته المملكة لمنظمة الصحة العالمية أكثر من 66 مليون دولار لدعم جهودها في مواجهة مرض الكوليرا في اليمن داعيا الدول المانحة إلى الإسهام في التصدي لهذا المرض ودعم النظام الصحي اليمني وشددا على أن المملكة تدعم جهود المنظمة للتصدي للمخاطر الصحية وتفشي الأمراض متطلعا إلى سرعة الانتهاء من إصلاحاتها المتعلقة بإدارة الطوارئ الصحية وتوفير الدعم المالي للمنظمة لتمضي في مصيرتها الإنسانية وأكد العساف أن مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية أمر ضروري وحيوي لبناء اقتصاد قوي ومتوازن مع أهمية تعزيز سبل الوصول إلى سوق العمل وتحسين جودة الوظائف للمرأة مبينا أن رؤية المملكة 2030 ركزت على دعم المرأة